السلام عليكم معكم خالد و كينفي و بذل ما اكثر نتكلم عن اخر اخبار و تسريبات جديدة بس لك نجعل القناة و انتم تشاركوا بالقناة اتمنى ان تشترك و لايك و نشاركوا منها مشاهدوا الوقت و اتمنى انكم انتم فعلون جرد تعمبات سوصلك اي جديد اعنا متلا بحطوه انتشرب بالقناة و بس يلا خانتكلم عن اول اخبار نتودي نتكلم بالاخبار و بعده نتكلم عن التسريبات طيب ان اول الخبر نتكلم عنه عن تحديات الهلاوين بارت فور طب معنا شركة ایبك جيمز حاليا او شركة فورتنايت جالسة يصير في قليتشات يعني كثيرة فى اللعبة اوكي كثيرة 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 والحين نتكلم عن اول قليتش صار في اللعبة انه في التحدي حق الهلاوين في بارت فور اخر تحدي ما تقدر انك تسوي التحدي ابدا بدون سبب ما في ايه سبب يعني خلص ما تقدر تسوي التحدي و ما في اي سبب طبع هذا غلط من نفس الشركة وغلط من شركة فورتنايت وثاني شي نتكلم عنه طبعا خبر يعيال في بعض الناس جاههم هذا الشي في بعض الناس ما جاههم هذا الشي طبعا في بعض الناس يفتحون لعبة فورتنايت يحصلون على 1022 غرض من شركة فورتنايت ركسات سكنات كل شي مجانا طبعا هذا الشي صار قليتش مع بعض اللاعبين وهي اكبر دليل امامكم بالشاشة صورة هذا خبر الثاني ان فيه قليتش حاليا نقينا عن فيه قليتش باللعبة يوم ما تفتح اللعبة طبعا في بعض الناس صارت محهم يوم ما يفتح اللعبة يحصل على 1000 غرض مجاني ركسات مجانية كل شي بيكان باللعبة مجاني طبعا هذا الشي احذركم احذركم انا من الحين اللي جاته انا من الحين نزلت هذا المقطع وقلت عن هذا الشي عشان الكل يتحذر طيب احذر كل شخص اذا جاتك هاده الرسالة مثل ما انتم شايفينه امامكم بشاشة كان جايك اغراض مجانية كان جايك شي مجاني انصحك انك يتقفل التطبيق وترسل على شركة ايبك جيمز على الاميل ترسله منو انا كنت فاتح اللعبة وبعد كذا صار عندي اني عططوني انتم 1200 غرض او 1200 غرض ايه مجانا وكي بدون سبب طبعا هنا اذا انت اخدت الاغراض او سويت اي حركة غلط انك تاخذ الاغراض هذا الشي انت تتمند عليه اوكي وفيه ناس صارت مع هذا الشي واللي شيفينه امامكم بشاشة اكبر صورة يعني لو انها جواز مستحيلة تكون طبعا هذا الشي كله باختصار فيه اغلاط حاليا في اعدادات لعبة فورتنايت ومن ضمنها انه فيه التحديات جالس اطلع اغلاط وقبل يومين طلع لانه غلط اي غليتش حق تصير تزيد التاير بشكل مرة سريع تنزل تسوي تلت تحديات وبعدها تحصل على خمسين تاير خمس وثلاثين تاير باسرع وقت اوكي وحاليا فيه كمان خراب في اللعبة هو انك اخر تحدي في البارد فور حق الهلوين تحديات الهلوين ما تقدر تسويه بدون سبب وحاليا فيه كمان غليتش هذا اللي شايفينه امامكم بشاشة خرب طبعا هو تسويه فيه طرق عشان تسويه هذا اللي غليتش وفيه طرق انك تفتح السوني على طول او تفتح البيسي على طول تحصل على الف غرد جايك كذا مجانة ركسات انت ما بشريع اصلا تجيك مجانا يعني هذا الشي احذركم منه كمان مرة اللي شفتونه امامكم بشاشة هذا كله كله من هذه الصورة اللي شايفينها طبعا هذي اشخاص كثير جات محهم وصار محهم هذي الشي الانجازة اقول عنه الحين وتتكلم عنه الحين اوكي واخر خبر نتكلم عنه بذل مقطع اللي شايفينه امامكم بشاشة ركسة الدجاجة اينا عم ركسة الدجاجة هذي ركسة بالنسبة لي وبالنسبة لغيري كانت مجانية تعرفون هذه الركسة يعني نزلت تقريبا مرتين او ثلاث مرات في الايتم شوب وامس رجعت لنا في الايتم شوب فذا ما انت تشاريها اشتريها لانه الخبر هو عبارة عن ان هذا الركسة الدجاجة عبارة عن ركسة نادرة فاذا ما انت شاريها لحق واشتريها واخر شي بيتكلم عنه وبرجع بعيدة عن الخبر الثاني انه يا عيال فيه قليتش حاليا باللعبة انك تحصل تفتح اللعبة تحصل على كل شي مجانا يوب كل شي اللي شفتونا امامكم تحصل على ركسات جاتك مجانا الف الف غرض يعني خمسمائة سكن وش اللي خمسمائة سكن خمسمائة شي جايك مجانا فيي بوكس جايك مجانا طبعا فيه طرق عشان تسوي هذا القليتش طبعا انا اقدر نزله بالقناة ولكن ما ابغى لاشخاص يكلون باند فاذا تبغوني ان اعنزل لكم بالقناة وكل شخص يسوي حساب جديد ويجرب عليه القليتش بنزله لكم عادي ولكن ابغى اشوف دعمكم على هذا المقطع يعني اذا هذا المقطع وصل خمستاش الف لايك خلال يومين بنزل لكم الطريقة ان شاء الله او اذا ما وصلتوا خمستاش الف لايك بنزل لكم الطريقة بس احذركم من الحين اذا تبغى تسوي طريقة متحمس لهذه الطريقة سوي حساب من الحين سوي حساب من الحين عشان ما نزل لكم الطريقة قريبا ان شاء الله فبس هذا كم مقطع اليوم ارجعكم من المقطع الى اكتر الكثير من كنتم مشتركين بس يالله اشتركوا في القناة